خلينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زمنتنا لمياء حمدين شكرا مصطفى التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك اليوم وزير الخارجية سمح شكري في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق التي تستضيفها عمان وأوضح المتحدث باسم الوزارة الخارجية أن اجتماع الآلية الثلاثية سيناقش الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثلاثي في العديد من المجالات وأضف أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات تتطلب التنصيق بين الدول الثلاث فضلا عن الإسهام في العمل على حل حالة أزامات المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن الرئيس الصيني شي جانبينغ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق ثلاثة أيام وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم توقيع اتفاقات مبدئية بأكثر من 29 مليار دولار خلال قمة سعودية صينية هذا الأسبوع مضيفة أن برنامج الزيارة سيتضمن حضور رئيس الصين قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية أثد مصدر أمني عراقي بمقتل ثمانية عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بقصف جوي في سلسلة جبال حمرين وقال المصدر أن طيران الدفاع الجوي تمكن من تنفيذ عدة ضربات ناجحة استهدفت أوكار داعش الإرهابي ضمن معسكر في سلسلة جبال حمرين مضيفا أيضا أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال لإخلاء الجثث وتفتيش المكان تفقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي القوات القريبة من الخطوط الأمامية في شركة أوكرينيا وعبر عن شكره لجميع المشاركين في المجهود الحربي بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة في البلاد وقال زلنيسكي إن آلاف الأوكرانيين يضحون بحياتهم لإنقاذ وطنهم كما قدم الشكر للطاقم الطبي وأهل الجنود ورحب بعودة ستين أسير حرب بعد مبادلة مع روسيا أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تشجع أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا بعد تعرض لقواعد عسكرية روسية لهجمات يسود اعتقاد واسع النطاق أن كييف نفذتها وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن إدارة واشنطن تحرص على أن يكون للأوكرانيون لديهم التجهيزات التي يحتاجون إليها للدفاع عن نفسهم وأرضهم بدوره وأوضح وزير الدفاع الأمريكي لويت أوستن أن واشنطن لا تمنع أوكرانيا من تطوير صواريخ بعيدة المدى بقدراتها الذاتية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها بيع صفقة من الدبابات من طراز إبرانز M1A1 ومعدات عسكرية أخرى إلى بولندا وأوضح البنتاجون أن قيمة هذه الصفقة العسكرية تبدو حوالي 3.75 مليار دولار أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وقالت مصادره أن مخزونات الخام تراجعت من نحو 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وزهدت مخزونات البنزين بنحو 5.9 مليون برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.6 مليون برميل حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي كوب 15 في مونتريال من أن البشرية أصبحت سلاحا للإندثار الشامل للطبيعة كذلك في الوقت الذي تستعيد فيه الدول للتفاوض بشأن اتفاقية عالمية جديدة بشأن بيئة الأرض كما حذر جوتيريش من أن الوقت ينفذ أمام حماية الطبيعة تأهل منتخب البرتغال إلى الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب سويسرا بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل في ختام منافسات دور الستة عشر للمونديال وبذلك سيلتقي منتخب البرتغال مع منتخب المغرب السبت المقبل على استاد الثمامة وكان منتخب المغرب قد تمكن من خطف بطاقة التأهل للدور الربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على إسبانيا بدربات الترجيح مشاهدينا نهاية مجزء التساع ونعود لاستكمال باقي فقراء صباح الخير يا مصر بعد الفاصل